تحياتي للجميع معك أبو ميلاد في فيديو جديد اليوم سأتحدث عن موضوع يتعلق بأفضل طريقة لعمل باك أب أو نسخة احتياط أو عمل أرشفة للمواد أو المفات في جهازك الكمبيوتر أو أي جهاز أنت تستعمله بداية سأقوم بعملية فتح لجهاز تخزين من سامسونج اسمه سامسونج بورتابيل SDT1 وهو بساعة تخزين 1 تيرابايت أو 1000 جيجا وبعد ذلك سأريكم بعض الأجهزة للتخزين التي سوف أتحدث عنها وأقوم بعمل مقارنة للسرعة بين هذه الأجهزة فعملي هذا الجهاز من سامسونج عمليا هذا الجهاز يحوي على 1 تيرابايت ساعة تخزين وهو بتقنية SSD أو Solid State Drive طبعا سوف أوضح هذا الأمر فيما بعد مميزات هذا الجهاز أنه سريع جدا في عملية تقل البيانات وأيضا سعر هذه الأجهزة بالمقارنة مع أجهزة أخرى هي غالية بعض الشيء الأمر الجدد مميز في هذا الجهاز هو وزنه الخفيف جدا وأيضا حجمه الصغير أما الجهاز الثاني فهو هاردسك صغير نفس الأمر ساعة تخزينية هي 1 تيرابايت في هذا الجهاز عمليا يجد هناك هاردسك وهذا الهاردسك هو ميكانيكي أي أن هناك استوانة في داخل الهاردسك تدور بسرعة كبيرة وهناك رأس يقوم بقراءة البيانات فعمليا بالمقارنة مع الجهاز من سامسونج هو يعد بطيء بعض الشيء ولكن سهر الهاردسكات الميكانيكية هي رخيصة بالنسبة لتقنية الـ SSD الجهاز الثالث هو من وزن ديجيتال عمليا هذا الجهاز يحوي على هاردسك بحجم 4 تيرابايت أيضا هذا الجهاز معد لكي تصله بشبكة الاتصال التي تتواجد بها سواء كان في البيت أو في العمل فعمليا هو حجمه كبير لأنه يحول على محول كرباء جيد وأيضا هناك بروحة لأن هذا الجهاز معد للعمل 24 ساعة الجهاز الثالث هو SD Card فعمليا الـ SD Card موجود مع الجميع سوف نلاحظ سرعة نقل البيانات بينها وبين هذه الأجهزة الجهاز الأخير هو مفتاح USB فعمليا كثير يستعمل هذا المفتاح أو نقول Flash USB هو جدا عملي لمرة أخرى لنقل المعلومات من منطقة ألف إلى منطقة بي فالآن سوف أتقل بالكمبيوتر وسوف أقوم بإيصال كل الجهاز وأيضا عمل نسخ لملف وهو بحجم 2 جيجا بايت وسوف نلاحظ السرعة والفرق في السرعات فلان ننتقل إلى الكمبيوتر فالآن أنا موجود في الكمبيوتر تلاحظ هنا الملف تلاحظ هنا حجم الملف وأيضا سوف أستعمل هذه الساعة لكي تروا وقت نقل البيانات فأول فحص سيكون على الجهاز الموصول بشبكة الاتصال وهو من وستن ديجيتال وهنا للتوضيح سرعة نقل البيانات في هذه الحالة هي ليست مربوطة بسرعة الجهاز وإنما هي مربوطة بسرعة شبكة الاتصال التي أنت موجود بها ولكن مرة أخرى هذا الجهاز هو معاد لكي يوصل بشكلة الاتصال فمهم جدا أن تتذكروا هذه النقطة فعمليا سوف أقوم بنسخ هذا الملف وسوف أقوم بعملية النسخ عندما يصل عقرب الثواني إلى رقم 6 والآن بدأت عملية النسخ فعمليا تقريبا حتاجت إلى 63 ثانية الآن سوف أستعمل الSD كارد فدعنا نذهب إلى الSD كارد موجود هنا وسوف أقوم بنسخ هذا الملف من هنا كوبي إلى هنا عندما يصل العقرب الثواني إلى رقم 6 سوف أبدأ بعملية النسخ فتقريبا عملية نسخ تطلبات 145 ثانية وهو رقم جدا كبير بالنسبة لسرعات الSD كارد طبعا تختلف من SD كار لSD كارد حاولت أستعمل السرعة متوسطة وهي تناسب الجميع أيضا هذا فحص فقط لتوضيح الأمور وليس علمي 100% الآن سوف أقوم بفحص USB Flash فعمليا سوف أنسخ الملف من هنا وسوف أبدأ الآن فتقريبا طلبت 94 ثانية الآن سوف أجرب الهاردسك المتنقل والذي هو على هاردسك ميكانيكي فالآن سوف أبدأ بعملية النسخ إلى الهاردسك العادي تقريبا 40 ثانية أخيرا سوف أقوم بفحص جهاز التخزين الذي يستخدم تقنية الـ SSD من سامسونج فدعنا نرى سرعة النقل سوف أبدأ الآن لاحظتم السرعة مرة أخرى سوف أنسخ الملف مرة أخرى سوف أقوم بمسح الملف سوف أقوم بنسخ لاحظوا عقرب الساعة عندما وصلت رقم 12 سوف أبدأ بتنسخ الآن فعمليا تقريبا 5 إلى 6 ثواني كانت سرعة النسخ لا توجد مكان للمقارنة سرعة النقل البيانات للهاردسك الذي يحمل تقنية الـ SSD من سامسونج هي جدا 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 سريعة بالمقارنة مع بقية الأجهزة فدعنا نلخص أولا الجهاز من سامسونج سعره تقريبا 350 دولار لـ 1 تيرابايت بالمقابل بمبلغ أقل 250 إلى 300 دولار ممكن تشتري جهاز تخزين خارجي يحوي على هاردسك ميكانيكي بحجم 8 أو 8 تيرابايت يعني سوف أمطيك مساحة تخزين أكبر بـ 8 مرات من جهاز سامسونج وبسعر أقل عمليا هنا جد تأخذ بعيني الاعتبار الحجم التخزيني والسعر فإذا أنت كنت مصور وتعمل مع كثير ملفات والفيديوهات بنصحك تشتري جهاز تخزيني خارجي بحجم كبير بدلا من أن تشتري جهاز هو جدا سريع ولكن سوف أمطيك مساحة تخزينية أقل أيضا هنا نقطة مهمة عملية تخزين هي عملية مهمة جدا في طريقة العمل صدفت كثير ناس اللي ما بيقوم بعملية تخزين بيتمدوا أن الملفات تكون فقط موجودة على الكمبيوتر مع أن الكمبيوتر أو الهاردسك الموجود على الكمبيوتر ممكن يخرب أو ممكن يتعطل في أي لحظة فدائما قوم بتخزين وعمل أرشفة للمواد على أجهزة خارجية بالنسبة للهاردسك الثاني الصغير هو أيضا جيد إذا أنت تحب تستعمله في التنقلات الميزة في جهاز تخزين من سامسونج أنه حجمه صغير وأيضا هو آمن أكثر من جهاز الميخاني فعمليا بسبب أنه يستعمل ذاكرة صلبة أما الجهاز الثاني فهناك قرص يدوب بشكل سريع جدا هناك قارئ وممكن إذا وقع منك هذا الجهاز على الأرض ممكن أنه توقف عن العمل فهذه الميزة تخذها بعين الاعتبار مرة أخرى هنا نقطة تعود إلى الميزانية طبعا بنفس الميزانية وهذه 350 دولار ممكن تشتري عدة هاردسكات صغيرة وتستعملها في خلال عملك وخلال التنقل في مجال عملك بقية الأجهزة SD Card هي جدا ممتازة لنقل فقط لنقل المواد من نقطة ألف إلى النقطة بي لا تستخدم هذه الكروت الصغيرة لكي تقوم بعمل التخزين لأنه ممكن تضيع بكل سهولة بسبب حجمها الصغير وأيضا بسبب حجمها الصغير صعب أن تكتب عليها الملاحظات التي تتعلق بالملافات التي تريد أن تحفظها على هذا الـ SD Card فغير مفضل باستخدام هذه البطاقات لعمل أرشفة أو حفظ للبيانات لمدة طويلة ونفس الأمر بالنسبة للـ USB Flash فقط هو لنسخ المعطيات من منطقة ألف إلى منطقة بي لا أكثر بالنسبة للهاردسك الموصول أو جهاز التخزين الموصول بشبكة الاتصال هو جدا جدا عملي فتلخيص بشكل سريع دائما تفكر بالميزانية عندما تريد شراء أجهزة التخزين أيضا مهم جدا عملية التخزين هي عملية أساسية في نظام العمل لا تعتمد على الحظ وفقط أن تخزين مواد في منطقة واحدة دائما تقوم بتخزين المواد في عدة مناطق فحاول أن تدخل عملية التخزين كباند أساسي في منهاج عملك فعمليا هذا كان شرحي بالنسبة لهذه الأجهزة بتأمل أن يكون الشرح واضح لجميع ومفيد لجميع إذا في أي شخص عنده سؤال بتعلق في هذا الفيديو أو فيديوهات أخرى ممكن أن يترك تعليق في أسفل الفيديو وأيضا أدعى الجميع لعمل مشاركة لهذا الفيديو وتسجيع الآخرين على الاشتراك في قناتي في اليوتيوب في النهاية أتمنى للجميع يوم سعيد إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد